معاناة في الظل لا يبدو ان الساسة يشعرون بها يستمر وجع الامهات ويتضاعف بتوالي الايام بينما اولادهن وذوهن خلف قضبان الميليشيا يتجرعون الالم بعيدا عن اهتمام الجهات الحقوقية المعنية ودون مهتمام حقيقي من الحكومة الشرعية وقفة اخرى نفذت الامهات هذه المرة في تعز املا في لفت نظر المعنيين بحقوق الانسان الى ما يواجهه ذوهن من ويلات التعذيب والتدهور الصحي في معتقلات الميليشيا في ظل صمت وصف بالمريب للمنظمات الحقوقية والانسانية ونشطاء حقوق الانسان وقفة امهات تعز اتت على اثر وفاة المعتقل السابق لدى الحوثيين محمد سعيد ثابت نتيجة ما لاقاه من تعذيب خلال مدة اختطافه التي استمرت 15 شهرا ولم يطلق سراحه الا بعد ان وصل مرحلة صحية حريجة قبلهن بيومين كانت امهات مختطفي الحديدة قد نفذن وقفة في الخوخ جنوب المحافظة متحديات تعب السفر وحرارة الطقس بهدف ايصال رسالتهن للرأي العام ولفت انتباه المبعوث الاممي مارتين جريفث والمعنيين بالدفاع عن العدالة وحقوق الانسان بصمود واسرار تستمر وقفات امهات المختطفين بينما يبرم الساسة اتفاقات تسوية مجحفة بناء عليها تعطى اولوية الضغط والمطالبة بانتقائية لاطلاق بعض المعتقلين بينما تغيب معها المعايير القانونية والانسانية في تبني ملف المختطفين